اكد اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوى ان الرسالة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حافظه الله الى الصحفيين والاعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة هي بمثابة تأكيد على مكانتهم وحرص جلالتها على تقدير العمل الصحفي ودورهم البارز في بناء الوطن كما اضاف سمو ان كلمات جلالته السامية تؤكد على دعم حرية الرأي ومساندة الصحفيين والاعلاميين في اداء رسالتهم بامانة واستقلالية كما اشار سمو الى ان مشاركة مملكة البحرين بالاحتفال في هذا اليوم هو دليل على انها احد الدول الداعمة للمجال الصحفي مضيفا سمو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الى ان البحرين دائما ما تكون بجانب العاملين في المجال الاعلامي لدعمهم في اداء عملهم بمهلية وذلك بعد الاهتمام الكبير من عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا واماله التام بحرية الصحافة وحرصه على ضمان حق حرية الرأي والتعبير وذلك من خلال المشروع الاصلاحي لجلالته الذي يعتمد على تنمية وتعزيز دور الصحافة والتأكيد على مكانتها واشار سمو الى ان الصحافة البحرينية تطورت بشكل كبير في الاوينة الاخيرة بجهود ابنائها حتى خطفت الاندارة واصبحت تحمل اسماء لامعة خارجيا بالاضافة الى انها ادت وظيفتها ومسؤوليتها الوطنية بشكل مثالي في تنمية وتطوير الحركة الفكرية في المجتمع وازدهار وتعزيز القيم الوطنية كما اكد اسم الشي خالد بن حمد ان الصحافة مشروع تثقيفي يحمل العديد من المسؤوليات ليقود المجتمع نحو الافضل مشيدا سمو بالجهود التي يبدلها الصحفيون في سبيل تطوير العملية التنويرية للمجتمع متمنيا لهم المزيد من التطور في العملية الابداعية الصحفية وايصال الافكار والرسالة الاعلامية بكل امالة واستقلالية اشتركوا في القناة